السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلامدتي الأعزاء مرحبا بكم في حصة جديدة سنتمم درس إعراب الأعداد اليوم 11 إلى 19 أي الأعداد المركبة كلها تبنى على فتح الجزئين وتكون في محل رفع أو نصب أو جر استثناء العدد 12 إثناء بوحدة واحد جزء عندهم إعراب بوحدهم يعني العدد يطابق المعدود تذكيرا وتأنيتا ويعربه مثلا حسب موقعه من الجملة قد يأتي فاعل وقد يأتي خبار وقد يأتي مبتداء وقد يأتي مثلا حسب موقعه هنا نشوفه 12 يعني يعرف إعراب المتنى ويرحق به بينما 10 هي مبنية على فتح الجزئين هنا يعدنا 11 و12 حسنا نعرف أن العدد يطابق المعدود ما معنى ذلك؟ نخد مثل جاء 12 تلميضا المعدود مذكر العدد مذكر رأيت 11 كوكبا المعدود مذكر العدد مذكر وزعت الهدايا على 11 فائزا المعدود مذكر لأن العدد مذكر مثلا أبلغ من العمر 11 سنة سنة مؤنة معدود مؤنث العدد مؤنث يعني الملاحظة هو أن في العدد 11 و12 العدد يطابق المعدود في الزوز أين؟ نقوله 11 كوكبا إني رأيت 11 كوكبا قرأت 11 كتابا تفحصت 11 قصة إذا كان المعدود مؤنث العدد مؤنث إذا كان المعدود مذكر العدد مذكر نشوفوا الإعراب كيف أشغل عرب جاء 12 تلميدا وشم قلت إتنا ما قلش إتنا تعليش لأنه مذكر تلميدا مذكر إذا كان المعدود مذكر في الكتابة العدد أنا نكتبه مذكر لاحظوا معي القاعدة أشكت قولك العدد يطابق المعدود في الزوز أيني يعني مذكر مذكر لكن لابت نعربها هذا فعل إذا هذي كلها فاعل أنقول فاعل مبني على فتح الجزئين في محل الرفع رأيت 11 كوكبا فعل وفاعل هذا 11 أنقول مفعول به مبني على فتح الجزئين في محل النصب أبلغ من العمر 11 سنة هذا 11 رأى فاعل فاعل مبني على فتح الجزئين في محل الرفع هتقولوا لي لأن مين حرف الجر بعيد على ما لا أصقاش فيها بينما شوفوا وزعت الهدايا على 11 فإذا إذن هنا يهد 11 اسم مجرور مبني على فتح الجزئين في محل الجر أو على لأن مباشرة مرتبطة بحرف الجر فجاءت اسم مجرور مبني على فتح الجزئين في محل حرف على نعود إلى العدد 12 كيف يكتب حسب موقعه إذا كان معدود مذكر العدد مذكر إذا كان المعدود مؤنت العدد مؤنت حضرة 12 مدعوا يعني 12 هنا فاعل مبني على فتح الجزئين في محل الرفع قرأت إتنتي لأنني عندي مقالة مؤنت هنا يمغيش إتنا هنا مذكر مذكر هنا مؤنت مؤنت إتنتي عشرة مني كيكون عندي المعدود مؤنت وعندي ذلك العدد المركب وحسني بالضبط في 12 إذا أعطوني 12 كعدد بالأرقام وقالوا لي يحولوا بالحروف وأنا شفت العدد أنا شفت المعدود مؤنت ربما نكتبه سندي السكون العشرة يعني إتنتي عشرة مقالة مؤنت مؤنت إذا إذا لو بيتنا عرب أنا إتنتي أشعر دي نقول نقول مفعول به مبني على فتح الجزئين في محلي النصب نشوف الأعداد 13 14 15 16 17 والعدد 18 بوحده عنده إعرابه لماذا؟ لأنه عن مشكلة كيف تكتب هال 8 و 19 دي كل أعداد مركبة الززء الأول 3 4 5 6 7 8 تسعود قالك الجزء الأول يخالف المعدود والجزء الثاني هي والذيك العشرة توافق المعدود نحطه مثال إن خرط في الجامعية 13 عضوا دابا عندي المعدود المذكر والجزء الأول يخالفه مذكر مؤنت بينما الجزء الثاني يوافقه كنت تكتب 13 رسم الفنان 3 3 3 3 3 10 لوحة لأنه عندي المعدود المؤنت لأنه عندي المعدود المؤنت الجزء الأول يخالفه هذا مؤنت هذا مذكر حيث 3 ولكن الجزء الثاني يوافقه المعدود رسم الفنان 3 10 لوحة و 15 جدار دابا عندي المعدود المذكر الززء الأول يخالفه بينما الززء الثاني يوافقه في القسم 4 10 تلميذ لأنه عندي مذكر عندي 4 مؤنت و 10 توافقه ولكن إذا كانت عدتين ميدة عندي الارباعة لاحظوا معي إذا كان المعدود مذكر راه العدد الجزء الأول يكون مؤنث كان المعدود مؤنث الجزء الأول مذكر كتبت 6 6 10 10 قصة لأنه 6 مذكر المعدود مؤنث تفحصت 16 كتاب هذا 6 تخالف المعدود لأنه مذكر يكون هذا مؤنث نشو العدد 18 8 8 8 8 رانا ديرا فيديو شورت غير كيف يكتب العدد 8 نجح 8 10 الميدان عندي المعدود مذكر والعدد مؤنث زرعت 8 شتلت عندي المعدود مؤنث العدد مذكر إلى هنا أودعكم على أمل اللقاء بكم في حصتنا قادمة وشكرا على الدعم وعلى المتابعة وتلامذة الوضعية دفايا شوية طهورة الله يخلكم بقو معايا مساندي وداعينين وداعينين أقوياء وخصغار زعماركم ورجال أم النساء الله يوفقكم حتى نشوفكم يا ربي في أعلى المراتب إلى اللقاء